السلام عليكم وبركاته ومحبا بكم في قناتكم طريق النجاح نتمنى تكونوا على خير أهلي لكم على خير إن شاء الله تشكركم على تشجيعاتكم الفيديوهات السابقة هاتش يزيدني غير حماس وتشجيع بيزيتكم فيديوهات أخرى إن شاء الله في المستقبل لكل ما يتكلم عن الهجرة إلى كندا عن طريق الدراسة أو عن طريق الهجرة إلى كندا للعمل الكاليفية أو عن طريق العقود عمل اليوم إن شاء الله جيتكم تشجيع جديد طلب اللي رغبات بزرعة الناس سواء في اليوتيوب سواء في الإنستغرام تتكلموني بغي نعرفوا كيفية عمل السيرة الداتية الكندية بطريقة الكندية اليوم إن شاء الله نشرح لكم كما أنتم في الدار في المنزل لكم تصيبوا السيرة الداتية الكندية بالإنفوز لكم وأنا أعطيكم واحد دو رفيرانس أو تخوى رفيرانس تبازوا على اليوم لكي تصيبوا تحترموا معي الكندية بالنسبة للسيرة الداتية طيب كما نطورش عليكم خليكم معي الآخر الفيديو باش تفهموا جميع التفاصيل لأنها نقطة مهمة يهلا مرحبا بكم مرحبا بكم في مدوانتكم طريق النجاح هذه المدوانات ندير في جميع المقالات التي تتكلم عن الهجرة إلى كندا أو عن طريق الدراسة الهجرة إلى أمريكا لذلك اليوم نفصل لكم هذا المقال الذي خدمته بالنسبة للسيرة الداتية بطريقة الكندية يعني تصفحوا هذه المدوانة لأنها رفع جميع المواضيع التي تكلمت فيها سابقا الناس الذين يريدون مهتمين بجميع التفاصيل وعندهم لا يوجد الوقت لتصنعوا فيديوه ويقدروا يجعون المقال ويقروا هذا الشيء وعطي الغوب بوزي ديالهم اليوم ان شاء الله كما قلت لكم نشرح لكم كيف أكتب السيرة الداتية بطريقة الكندية للعطور على وظيفة والعمل في كندا ولا حتى من التي تطلب الهجرة إلى كندا بطريقة الكندية او سيرة الداتية معمولة بطريقة الكندية كما نجد المقالة هنا سنشرح لكم في الأخير فيديو أن نرى الموديل سيرة الداتية سنشرح لكم كيف تفعلها نشرح لكم النصائح العامة وكيف تقدر السيرة الداتية لوحدك في المنزل كما تبدأ لكم هنا في المقال سنرى أول شيء سنقدم عند إنشاء السيرة الداتية تحتاج إلى التعاكل بأنها مرتبة بشكل صحيح وترتيب زمني السيرة الداتية سنرى أحد تنسيق الذي يجب أن تعتمد عليه لكي تكون مستخدم سنرى هنا سنرى الأول تنسيق الذي يجب أن يتباعه لكي نبدأه بالسيفي أول شيء المعلومات الاتصال الخاصة بك مثلا الأضغيس المنزل أو الأضغيس أو الأضغيس كوياد مع رقم الهاتف مثلا أو البريد الإلكتروني ومع الرقم الإد السكايب مثلا لكي توصله معك عن طريق السكايب ملخص عن حياتك من بعد ذلك نشوفه ملخص عن حياتك المهنية يعني واحد البروفايل في الأول يعني تقدر تهضر عليك أن تأتيف واحد جملة بسيطة مثلا عندي 20 سنة لعمل فهذا الميدان وهذا 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 ودرت هذا وهذا وهذا يعني واحد البروفايل سنرى من بعد ثالث وصف مفصل لخبرة عمالك ثالث نبدأ بالتجربة المهنية عاد باش نديرو الشواهد دينا ومن بعد الشواهد عاد باش نشوفه مش عدن شي مهارات فنية مثلا في دومان يعني مثلا في الانفروماتيك أو هذا نقدر نزيده بعض المهارات أو مثلا كنا شفور ديال الكاميون نزيد مثلا السرتيفيكاسي ديالي في هذه المهارات يعني شي حاجة لي تكون أبار الشواهد الأكاديمية وفي الأخير إلا كان عندك أي عمل تطوعي اللي قمتي به يعني في سواء في المدرسة سواء في الشركة ديالك سواء في العمل الحياة الشخصية ديالك يعني شي حاجة لمرتابطة بشي عمل مهاني وتطوعي يعني قبل ما تخدم مثلا ولا شي حاجات هذا هو النسق أو التنسق الذي يجبه اتباعه باش نحصله على سيرة ذاتية كنادية ذلك قال بسيرة ذاتية هذه نتحدث لكم اليوم اليوم على الأداة ما سوف تفكر في الأدوان SPEAK نووذجك اليوم هو بأن سيرة ذاتية سوف تسوق لنفسك يعني تكون شركة ذاتية خفيفة وعامرة يعني تكون مق 5 وهي خفيفة لا تكون كمرارات وك struggبة وتكون آktóرات بسيطة جدا ولا تطولون فيها. الفقرات والخطوط يبدأ لإستخدام فقرات طويلة والخطوط الصغيرة. خط واحد يجب أن تفعل مثلا تفعل نفس الاميزون فاة في السيفيات الكاملة في السيراداتية. ولا يكون هذا الشيء يجب أن تكون شارجة. ولا يكون لديك أسود. لا يجب أن تفعل الكثير. لا يجب أن تكون هذا الشيء متناسيق ويجب أن تكون كبيرا. ومثلا تكون هذا الشيء متناسيق ويجب أن تكون كبيرا. ويجب أن تتبع لك نفس المراحل في جميع الاميزة السيراداتية. لا يجب أن يكون هذا الشيء. سيغات المتكلم الأول. يجب أن يكون استخدام صغيرة المتكلم الأول رفضا كبيرا. ويجب أن يكون استخدام جمال قصير. لا يجب أن يكون لديك الكثير منه في هذا المكان. ولا تقوم بشكل صغير على رأسك بهذه الطريقة. تكلم على أساس أن تتكلم على عمل جميعا. ولا تقوم بشكل صغير على ذلك. لا تتقلل هذه القضية في السيفي. يجب أن تقوم بشكل صغير على طريقة عادية. لا تقوم بشكل صغير على طريقة عادية. لا تقوم بشكل صغير على طريقة عادية. يعني في السيفي تاعك حاول أن تقوم بشكل صغير على طريقة عادية. تغيير في الكلمات. بما أنك تتقدم الوضع في كاندا. بالنسبة لها. هذه هي بالنسبة للشواهيد. ويسألون الشواهيد للأكادمية أو الدراسية. لذلك أخذت لكم هنا تحت في المقابل. يعني معادلة الشواهيد. مثلا عندك باكالوريا. في السيطة الفرنسي. الذي هنا في كاندا. وهو سيقوندير 5. عندك مثلا. يعني دي او بي. وهو دي بلوم. ديتود بروفشيوني. يعني شهادة تقنية لسنة واحدة. مثلا في البلد ديالك. تقريبا في نفس النبو ديال. ديال باكالوريا في المغرب. مثلا ما كملتش باكالوريا. عندك نيفو باك. يعني انزيام ولا دوزيام. التي تتسمى انزيام ولا دوزيام. هنايا. دوزيام مثلا. التي تسمى. عندك واحد شهادة تقنية مثلا. تفتع سنة واحدة في مجال. تدير دي و بي مثلا. ولا عندك مثلا. شهادة فلوف بي بي تي. يعني واحد المعهد المتخصص تقنية. من بعض الباكالوريا. عندك في مثلا سنتين أو ثلاث سنوات. تقدر تدير مثلا. دي بلوم ديتود كوليجيال. ليهي ديك. ديك التكنيك. في واحد السودور. ولا في الالكتريسيتي. ولا ميكانيك. ولا اي حاجة. من بعد الجامعة. نحنتين يقولون لسنس. هم تقولون الباشلر. يعني سودي سويت. هذا خليت لكم. واحد بالنسبة لكندا. واحدة بالنسبة لكيبك. تقريبا نفس شيء. ما خليتهم لكم هناك. حاولوا تشوفوا. يعني المعادلة الشواهد لكم. لكي تقدروا تكتبوها. في نفس الفكرة كندا. يعني ما تكون شكاتب لسنس. يعني خسك تكتب الهضراء. لهم ما بغين يسمعون. وليه كيفالنس قريبا. من نسبة لهوايات. والاهتمام الشخصية. ما عندك ما تدير بها. أي حاجة فيها. سبور. مثلا. المهارات كما قلت لكم في الاول. المهارات اللي عندكم. يعني في اللغات. مثلا تقدر تزيد اللغات. تقدر مثلا تزيد المهارات. يعني تزيد المهارات ديالك. من الطبعات الاولى قال لك من الضروري ترك انطبع جيد. حتى ستعرف اصحاب العمل محتملين على كيفية كتابة سيارتك الذاتية. وشكلها. ويتبات قراءتها. والتعاكد من عدم وجود اخطاء نحوية. يعني ما تقوم بالفرنسية او الانجليزية. حاولوا تفادى بالقضية. سيفتو لشي شخص لي تتعرفون العائلة. ولا ما كتوش تعرفوا شي شخص. انا كنت اتبعوني في انستغرام. نقدر نشوف ليكم وش عندكم اخطاء او لا. حاولوا ما تتفادوا الاخطاء ديال النحو هذا الشي. العناوين في الجوز العلوي من سيرتك الذاتية. بلا ما تقول مثلا سيرت ذاتية. يعني تقدر تكتب غير الاسم تاعك. يعني فلان فلان. لضغيس نيشان. بلا ما تكتب سيرت ذاتية. وهذا وهذا وهذا. المراجع يعني باش تبتعد عن. بلا ما تتكرر المراجع ديالك. بلا ما تتكرر المراجع ديالك. بلا ما تتكررهم. يعني. معلومات شخصية. أي حاجة. يعني. يعني. كالصورة ديالك. مثلا السن ديالك. الجنسية ديالك. الحالة الشيماعية ديالك. يعني. 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 لا ينطبق مع المراجع الكندية. ديالك. أي حاجة شخصية. تقدر مثلا. المراجع ديالك. ليس شخصية. يعني. المراجع ديالك. كاميون. تقدر تزيده في السرتيفكات ديالك. ديالك. ولكن. كي شخصي. المراجع ديالك. لا تزيدوش. في السيرة الداتية ديالك. النصائح المهمة. بالنسبة للسيرة الداتية. ديالك. من الأول. أول حاجة اللي نسحكم بها. وتشوفوا. تعتمدوا. الكلمات. يعني. الرئيسية. أو الكي ورد. أو الكلمات المفتاحية. المشغيل. اللي حطم. في لفق دامبلو. في لفق دامبلو. في لفق دامبلو. تكون كاتب لكم. مهانو هاما. اللي بغيتو يدير. هذا اللمبلو. اللي انا جيب. دونك. انتم ما شوفوا. هذو اللي موقلي. ليوا استعمل. وحاولوا تكتبوهم. دخلوهم. السيرة الداتية. دخلوهم. في هذو كل طاش. اللي درتوا في الشركة. في الخدمة. اللي خدمتهم. السابق. يعني. حاولوا تلعبوا. هذا اللي موقلي. اللي أنا مهم جدا. وكذلك بأن. الكلمات المفتاحية. تكون واحد. شركات الكبار. عندهم واحد. التحاول. يقرأ. المعلومات. يعني. كلمات مفتاحية. واشدخل عندك. في الكواندداتي. في السيفي. ولا ما دخلاش. يعني. كان واحد طرق. طرق أخرى. يعني. ما. 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 مثلاً باللون الأبيض كمساً ما تبينش فلاكون ذاتي وقتهاك ولكن السيستام غادي يقراها ويطلع السيفيات من بين الآلاف ذي السيفيات اللي تيوصلوا يومياً ذلك هذي من بين الإزاستيوس اللي تقدر تستعملهم باش السيفيات او ما يوصل للشخص باش يقرأ السيفيات ويعطيه وقت ثالث حاجة راجع السيرة الداتية قبل الإرسال يعني شوف جميع أسماء الشركات اللي استعملت الزمن يعني ام تخدمتي ولو تيتر بوست دياليك مع ديكال ديسكيبسون حاولوا تراجع ديكش كامل قبل ما تصفته وحاجة الاخيرة بالنسبة اللي تبارتاجي او اللي ترسل السيرة الداتية دياليك حاول ترسله بوحدة مثلاً لكال pdf لأنه تكون بروفيسونيل ولا ميزون فوق ما تتبدلش له وصي الميور شوى باش تتصفت مثلاً السيرة الداتية تعب عبر الإيميل دونك وحاول يعني تصيب بوحدة اللي افك واحد لنو يعني لنو ديال هادا كلوتي تكتب مثلاً سيفي يشام فتاشي مثلاً يعني ما تديرش شي تخربية مثلاً كتب غير سيفي 2016 كتب سيفي هشام فتاشي مثلاً دونك كهام ما هادو أمثلة متاع السيرة الداتية بالفرنسية بالنسبة لي عندها لأنه كان واحد موديل يعني بترتيب زمني وتسلسلي وقدرت لكم السيرة الداتية بالإنجليزية الناس اللي تتكلمون الإنجليزية وتيفيزيو المقاطعات المتكلمة بالإنجليزية ولا عندك أي سؤال من بعد إن شاء الله حاول تكون تكتبيني في إنستغرام يعني يفرحني ونجاوبك إن شاء الله ونقول لك مثلاً رأي ديالي في السيرة الداتية ديالك ولكن حاول تخدم عليها يعني اتباس على هذه النصائح التي كتبت لك ومن بعد إن شاء الله إذا أخذك أي معلومة تكتبيني في إنستغرام ومرحبا بك هؤلاء هؤلاء المتكلمين هؤلاء المتكلمين سوف نرى السيرة الداتية تلك الشارجة كما تبدأ لكم سوف نستطيع المتكلمين الادرس كما قلت لكم والهاتف والدرس كريال ببساطة جداً لا يوجد ألوان أو شيئاً هنا هؤلاء المتكلمين نستطيع أن نستطيع لك من المتكلمين ومعرفة المتكلمين أو العلمية هناك كل ما بمتكلمين من بعد كما شرحت في المقال تبدأ بتجربة مهنية تطيعون التاريخ الخدمات التي تعملنا ما هو التي تتخلي خدمنا فيه وبعض الأطار التي تعملنا هناك يمكنك التطيع الكلمات المفتاحية التي تكلمت لكم على قبلها تحاول أن تقوم بها لكي تعمل هذا المشغل يقول أن هذا المشغل في هذا القضية لذلك نعيز له لذلك هذا هو أحسن الأشياء التي نستطيع أن نصحكم بها الثاني شيء مثلا نفس الشيء خدمت في 2003 أو 2004 ما هو التطيع الشركة اسمتها ونكتب مثلا الليوه الشركة لديك التطيع اسم الشركة والليوه الشركة و13 بطريقة بحالة تقريبا لكي يكون هذا شيء بيان وواضح ومتسلسل ثم نرى التطيع 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 بشكل للإعقلاق التطيع 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 و المدرسة. هنا مثلا .. كما اقول لكم في المقال .. يكون لديك .. Liaoségec للسيستان فرنسي ، في مغرب والجزائر والتونس بالأكفالحة من هنا... إكفالحة النـوذي ديبومي ديبوميييّد وضعه 5 يعني... الإكفالحة تتبسطي الهجارة تتفهم تتبسطي الهوائر على اساس أن نُعجي من المغرب ولكن هذه هي الإكيوالي للدبلوم وهناك أحد الأورغانيز يسمى الـ Waze الذي قمت بتعليف الفيديوهات السابقة يجب عليكم أن تكون الإكيوالي للدبلوم وتعرفوا ما من المرتبة بالضبط لكم وتكتبوها في السيرة الذاتية لكم بالفعل هناك مثلا لديكم كارتة كمبتنس مثلا في الصدور في الميكانيك في الإنجينياري لذلك تكتب هذه كارتة كمبتنس التي قرأتها تزيدهم هنا نفشي لدات وين قرأتها ومن بعد بنيفولة إذا قمت بتعليف الفيديوهات تزيد نفس الشيء بنيفولة في الإكيوالي في المدراسة أو في المهنة يعني تدير مساعدات بدون المقابل وتدير لدات لذلك تقريبا هذا سيفي متكامل بالطريقة الكندية يعني سيمبل وممطن يعني يعني تتمنى تكون عند السفتم من هاد هاد الأكزمبل رأخليتوا لكم في المدونة دونك حاولوا تدخلوا مدونة وتلشارجوا وحاولوا تزيدوا الإضافات ديلكم ولعندكم أي سؤال مرحبا بكم إذا أعجبكم المحتوى ديلا فيديو وتنتمنى تدعموا القناة يعني بسبسكرايب وتبرتاجوا الفيديو مع الأحيباء ديركم متساوناش باللايك بالكوموتاغ ليكون زويد باش ديما نزيدكم إن شاء الله الجديد في هذا الميدان دي الهجرة إلى كندا وتنتمنى لكم حد موفق للجميع مع سلامة شكرا